فيبقى احنا هنا بنأ يناكل ايه في وقت الرضاعة وبرضه بننصح انه ساعات الستات بيبقى متضايق قوي عندها نوع من انواع الاكتئاب من كتر ما تخنت في الحامل وشكلها تغير ومش عارف ايه فيروحوا اول ما يبتدوا الرضاعة بقى قوي يعني اول ما يولدوا يلا نعمل رجيم جامد وكده هنا في عيبين العيب الاولاني لو خسينا بسرعة الدهون اللي بتدوب دي بتبقى محتوية على زي مش عايز اقول سموم بس مواد ممكن تضر البيبي فلما بنزلها بسرعة المواد دي بتنزل في الدم بسرعة وتوصل للبن الطفل بسرعة وبالتالي هنا ما نستعجلش الحاجة التانية انه برضو الخسسان السريع بينتج عنه تدويب الدهون ده مادة اسمها الاسيتون والاسيتون دي ممكن تكون مضرة لنمو الجهاز العصبي بتاع الكفر اللي بيفرزها للمريض السكر تقريبا ايوة اللي هي بتبقى موجودة لو مريض السكر ساب سكره عالي قوي من غير ما يتعالج اشتركوا في القناة